باسم رابطة صحراء الديمقراطية وحق الإنسان ونيابة عن باقي فعاليات المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية نستنكر بشدة تأسيس هذه الهيئة المسمى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي لأننا نعتبر إنها جمعية أو هيئة أو كيان وهمي غير شرعي غير قانوني وبالتالي نحن كصحراويين وحدويين قيوريين على وحدتنا الوطنية والطرابية سنتصدى له وسنظل له بالمرصاد كما نناشد من هذه الساحة التاريخية المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية الدولية عدم التعامل مع هذا الكيان الغير شرعي والغير قانوني أما فيما يخص القضية بحد ذاتها فألمم المتحدة هي أدر بذلك ألمم المتحدة تدرس الملف في كل دورتها من أجل إيجاد مخرج لهذا المشكل الذي عمر أزيد من 45 عاما إلا على أني أرى إن ما تقدمت به مملكة المغربية وهو منح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسع يضمن الكرام والعيش الكريم الساكنة الصحراء ويحافظ على هويتها الحسانية كجزة لا يتجزى من الطراط المغربي على أنه هو الخيار الواحد والأوحد للخروج من هذا المأسق وما تقوم به جبهة البوريزاريو كل ما تقرب شهر أكتوبر من كل سنة هي حركات بهلوانية لا تسمونها لا تغيب من جوع وبالتالي نناشد المنتظم الدولي للضغط على الجزائر وجبهة البوريزاريو لإيجاد مخرج حقيقي جدي واقعي وذو مصدقية